ولما برضو بمناسبة الكارتو الخالد الغنزور والتحكيم ولقاءات القمة له رأي مهم الرد عليه أكثر أهمية محمد فتحي الحكم كان سكندري أعتقد أه محمد فتحي الحكم أعتقد يعني أتأكد أقسم بالله العلي العظيم ما في حكم فيك يا عالم ما يشوفش الكرة وما يحسبهاش وما يديش إنذار يعني لا يمكن لا يمكن نشوفها يا كابتن أتفضل أتفضل كابتن معك بص يا كابتن بص يا كابتن دي هتتلعب إيه بص طويلة آه آه تمام عادي أهو فإسماعيل يوسف هيجي من وراء آه بص أهو بص أروح طالع الكرة هضرب الجزاء كابتن أكمل بقى أنا عايز أكمل تشوف محمد فتحي الحكم هيعمل إيه بص بقى اللعبها راحة هاه بارض نفس القصة هيبعد هيبعد ما كيفوش حاجه هيبعد ما كيفوش حاجه والله هاي ما فيها حاجH دي كوارث طيب نفسي كدا في مباركات القمة نشوف يعني كارستين كدا على الزمالك مثلا هذا كلها هذا هو ؟ willen فهم نر هي كلها على الزمالك يقولك خالد الغنذور أنا نفسي مرة يبقى فيه خطأ في لقاء القمة لصالح الزمالك ودود الاخل. على فكرة على فكرة. اه. اه ساعة ما الكرة وصلت. ربما يكون فيه اه عرقلة. انا ما يعني مش عاجة جادل في النقطة دي. لكن تعالى في الكرة اللي قابليها. راحت ازاي. فيه فاول واضح وصريح. على دفع تحت لعب الزمالك للاعب النادي الالف وصل الملعب. انا معرفش اتحسبت ايه. وحانف طارد يا سيدي. ومع هزي. ايه دي. كابتن خالد الغندوني. غالي عندنا. والطلب رخيص قوي. والطلب سهل قوي. الراجل قالك انا نفسي مرة يبقى فيه خطأ في لقاء القمة لصالح الزمالك ودود الاهل. نفسه في خطأ واحد. بعد الفاصل ربنا يسهل ويطول اللي في نفسه.